وش المشكل منها او لا منه او لا منهم بجوش اشنو معنت هاد الكلام يا الله دوس لواحد السيد من مناطق المناطق المغربية يعني البنت ديالو تتحشم بزاف ويا ما قدرتش الدوس دانبا ها هو اللي عايت لي وكلمني قال لي الله يخليك دابا ارى البنت ديالي هادي واحد قريبا سنة باش تزوجت وما زال عزبا وما زال ما يعني الراجل ما اتخلش بيها ودابا هي تتحشم بزاف وخوافة وحنا ما عرفنا ما نديرو المهم يعني قال لي لا عندك شي اسئلة سويني انا را نشوف ما اتنال معي مها وكذا مش مشكل على اي حال هو طبعا انفروض هو انه اللي نقوله السيدة اللي عندها المشكل هي اللي زعمانة تتحاور معايا مش يحشو ما ماشي عيب يعني هذا القادية ديال النساء بعد انه باسم تتجوجه تيكون عندهم ما يسمى التشنج المهبالي او لا يقدر يكون ماشي قاعد تشنج المهبالي تشنج المهبالي شنو ما عنده ما عنده يعني على انه البنت او للمرأة يعني تتكون تركتا تتشد العضرات ديالها بحال هكا وتتشد رجليها وما تخليش رجلي دخل تماما مستحيل وتيكون القلب ديالها تيضق بزاف ومخلوعها وخايفها وتقدر تدفع وقاع بيدها المهم مستحيل يقرب لها هادي بعض الاعراض ديال التشنج المهبالي او للوفاجينيزم ولكن يقدر يكون فقط ما يسمى الخوف من الالاش او للفوبيدو بنتخاسيون يعني ماشي معنتو زعم ذاك تشنج المهبالي وبنت تكون البنت يعني عمرها في حياتها ما كانت عندها علاقات جنسية وبني رد جوج يعني ضروري على انها رد تكون عند واحد الخوف عمرها ما شافت مثلا تكرد راجل عمرها ما نست معشي راجل اذا انت تكون خايفة ومخلوعة مسكينة وخصوص انت تعرفوه في الاسس التربوية لانه يعني اللي بنت دائما انت تكون صغيرة عندك 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 وتطلع في الراس ديالها سافين بلوكية اذا انايا القضية مهمة على اي حال يعني احنا اعطينا بعض الادوية ونتمنوا يعني ان يجي بربتيسين ولكن الغراد من هذه الحالة هذه ليش هي غير هذه القضية هذه الغراد شنو قلنا وويش المشكل منها هي وويش المشكل منها هو وويش المشكل منها بجوج عندي حالة اخرى هدلي يعني توقع الارتخاء ديال الدكار وما تيقدرش يدخل بها وهذه ربع سنين والمشكل دائم المهم قلنا له يعني كيفاش اسميته وقال لنا المشكل مني وكذا واسميته وبغيت نحل هذه المشكلة اعطيناها واحد ادواء اذا ان شاء الله ديال القاضي في السريع اعطيناها ادواء اخر ديال الانتصاب باش يكون ذكر دياله دياله الانتصاب مزيان ولكن يعني هذه القاضية يعني شو تقول لك القاضية تسمع من جوج المهم زوجة دياله كانت معه خرجت الرجل ودخلت البراء قلت لها يعني واش فعلا قلت لي انا فعلا انه باللولة كنت نخاف وعندي خوف من الالاج يعني مش هي قاعد تشنج المهبالي بحال كما قلنا في الحالة اللولة ولكن قلت لي انا دابا يعني ما حصنيش يدخل بيا قلت لي انا دابا المهم يعني تنحس بالراجل بحالة بارد مش يسخون يعني تنحس بالراجل ما عندوش عاطفة ما عندوش حب نزوه زندير كذا وقالو يقدر هو يدير علاقة معايا ويقدر هو يدور وجهه سعى ما انا قلت لي كيفاش انا الراجل ما بقيتش حقيقة عندي احتشي رغبة او حب او ميول تجال وده بنا تنبغي انطلق فقط يعني ان العائلة ديالي تضغط عليها بزاف والعائلة ازا ما اسمتو باش ما انطلقش الوالدين ديالي تضغطو عليها بزاف واش الوالدين عندهم الصح دبا الحالة هذي تنعرضو يقدر دبا الراجل عندو مشكل ديال القدف السريع وعندو مشكل اخر عندو مشكل ديال اذا ربما اضطرابات في الشخصية دياله واش عندو اكتئاب واش عندو رهاب اجتماعي واش عندو اضطرابات في الشخصية اذا عدة امور اذا تقدر تكون ذاك القدف السريع يقدر يكون ماشي غير بوحده ولكن مصاحب باعراض اخرى وماشي الراجل اللي تندروه اليوم في قفاص الاتهام بوحده ويقدر هذ المرة مثلا تناظر عليها اللي عندها مثلا ربما واش تشنج مبالي او خوف من الالاج يقدر هي تكون تهيئة عندو اضطرابات في الشخصية ديالها واش عندها تهيئة مثلا كتئاب واش عندها رهاب واش عندها حالة خوف واش عندها حالة دوهان مثلا عدة امور اذا اضطرابات الجنسية تتكون بعد النوبات مصاحبة يعني ذاك المشكل ديال قدف السريع او لا مشكل مثلا ديال الالاج الخوف من الالاج يقدر يكون يبوحده والحمد لله الراجل اولى المرأة ما عنده تشي مرض ويقدر يكون ذاك الاعراض مصاحبة باعراض اخرى وبمراض اخرى لاما مرض الشخصية ديال الراجل اولى المرأة اولى يعني مثلا مرض بيكون بجوج يقدر رقع بعد النوبات يكون بجوج مرض اذا انا يعني اذا كان يلخوف من الالاج هذه قضية بسيطة اذا كان تشنج المابلي والحمد لله تيتعالج اذا كان القدف السريع حتى هو تيتعالج المشكل بحال كما عارضنا في الحالة التانية هي تتقول لا انا ما بقيتش بغيها درجة انا يعني شخصية دياله ما تتعجبنيش وعنده اضطرابات كثيرة في شخصية دياله اذا ما يمكنش نستمر في الحياة دياله ما بقيتش بغي ان نعيش معاه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ومنا نخليش يدخل بيه تماما اذا هي ارفضات من هذا المنطلق من ناحية على انها تتحس يعني ارى تتقول لي انا ماشي بقراء ماشي حيوان ماشي غانام يعني انسانة عندي عاطفة وعندي حب وعندي يعني بغيت يكون يعني الرجل يعني تتبادل معايا هذه القضايا اذا هي موحدة ناحية عند الصح بحالة كنت مثلا راجل انتهيه وجوجتي بواحد المرأة وذاك المرأة نقولو انتهيه باردة او لا عنده شي مشكلة تقدر تتجوج وطبع انت عارف المرأة واش عندها مثلا مرض عقلي ولا ما عندهاش من غير بتشنج مهبالي ولا شي عاجل علاش لا يكلف الله مثلا الا وسعها انت لا تتجوج بحالة الموحدة المرأة ويعني والو تهي ميتة ولا باردة يعني مثلا من ناحية جنسية ومن ناحية العاطفية وربما عنده اضطرابة في الشخصية ديلا وربما عنده شي مارادة تبقى تستمر معها لا لا يكلف الله مثلا الا وسعها وكذلك المرأة او تاني هي عايشة مع واحد راجل وما بقاتش بغي هذا كراجل هي تترفض الدخل من حقها ولا مش من حقها من حقها لان الراجل مثلا الانسان الحياة الزوجية لا بدأ ان تبنى عن حب وتبنى عن غرام وتبنى عن عاطفة ويكون شعور متبادل ولا احنا دائما تقولوا تيلة زوجتي ما تولدش ضغيها ما تولدش ضغيها علاش هاية مثلا هاد المرأة هذي الرغمان لانها قتلها وكاكنو الاتماش نردد قاتلي رنبقى عايشة مارتو الحياتي مع الدبا ورنعيش على ليتر ولادي وهاد القضية هذي يعني اربما 80% دي العيالات في المجتمعات العربية بعدما تولدو تبقى وعايشين هي على ليتر ولادهم مع الدبين ومكروفسين وسميتو ولكن يعني المرأة تكون عندها واحد العاطفة كبيرة اتجاه ولادها ولدي الكارة توقع عايشة على ليتر ولادها خاي ضربها الرجل خاي تكرفس عليها خاي يغتاس بها يعني عدة امور هذي القبيل اذا احنا يا تنشوفوا وراء دك تشنج المهبالي او للخوف من الالاج او للقطف من السريع تتكون او ربما اشياء اخرى اذا واش يقدر المشكلة يكون من المرأة يقدر يكون المشكلة من الرجل يقدر المشكلة يكون منه بجوز يقدر لكم المشكلة عنده علاقة باضطرابات شخصية وبأمراض نفسية عميقة اذا تمنوا على انكم فهمتوا هذه الحالة ان شاء الله بإذن الله ساعة ساعة اعطيكم حالات باش تستفدوا الغرض وانكم تستفدوا من هذه الحالات ان شاء الله باش ما توقعوش في الاخضاء ولا يكلف الله نبسا الا وسعها اذا تمنوا تشاركونا في صفحة دينا فيسبوك دكتور بن يشو انستغرام موعدنا كل يوم الاثنين على الساعة العاشرة بالليل ان شاء الله يعني اقوم فحوصات عن طريق الواتساب برقم الواتساب والعافية اشتركوا في القناة